طول الوقت بنبقى شايفين انه مصر فعلا مليانة بمواهب دايما بنبقى حارسين ان هما يكونوا معانا في العيد لانه العيد ما يحلاش غير بالاغاني المرتبطة بالمناسبة دي وباغاني العيد وعندنا اغاني كده يا محمد احنا حفظينها لازم نسمعها دايما قبل يعني ليلة العيد لازم نسمع اغاني كده في بلاي لست لازم نسمعها كبار والصغيرين دايما مرتبطين باغاني العيد احنا النهاردة بقى بنختم معاكم الفقرة مع اتنين فنانين كده فيزين بجواز الدولة للمبدع الصغير مواهب الحقيقة تشرح القلب كده وجميلة جدا في الغناء والعصف في المبدع الصغير 2024 معانا في الستوديو الفنانة شايماء ضاحل زكا فنانة الحمد لله والفنان يوسف احمد شايماء من فرع الغنى وفرع مسابقة الابداع الصغير العصف على الكمان يوسف احمد منورين ومشرفيننا كل سنة طيبين طيبين انا مهجب جدا باللبس الشياكة الشياكة والله ايه الشياكة ولبس دايب الحلو دا شكرا ممكن ابدئ اعجابي في اول من فقط شايماء كل سنة ونت طيبة وقبل ما نتكلم كده ونسمع بقى منك كده احكي لنا ايه قصة المبدع الصغير واشتركت فيها انا وانا صغيرة ممكن اه طبعا لا لا فضالي انا اه يعني دكتور انا عرفتها عن طريق دور القبر المصرية وبابا وماما شجعوني اللي انا خشها ودكتور محمد ودكتور سامها صابر ادخلوني الحمد لله خد المركز الاول وانا صغيرة انت لست صغيرة يا شايماء وانا صغيرة اه 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 قلو عن تاريخها تاريخ الفنانة شايماء في بيوست انت حكاللي بقى التجربتك معه بصابة المبدع الفغيرة اه انا من اونا صغير كنت دايما بشوف بابايا يعني هوا بابايا دكتور في اكتامية الفلنون بيأذه في كامانجا في موسيقى عربية فدايما بشوفه في البيت وانا صغير بشوفه بيعذه في كامانجا يعني كان دايما بيعذه في كامانجا وبيذاكر وبيخش الأوضاء وكده فأنا كان عندي حفلة في المدرسة قبل ما خرش الكنزروفاتور كان عندي حفلة في الميس المدرسة بتاعتي قالت لما أمتي خلي بابايا يعلمني حاجة وطبعا ده يعني صعب جدا لأن أنا لسه صغير عملي ما بسكتكا مانجا في حياتي فعلمني ببساطة كده ولقاني يعني تعلمت بسرعة عندك قبلين أنت تعلم بسرعة لأني تعلمت بسرعة وعملت حفلة حلوة بس طبعا يعني كانت كانت تعريس على قد شوي المقطوع عدية مقطوعة توينكل توينكل ده عزفتها وأنا صغير دي كان عندك كم سنة؟ سبعة سنين صغير أوضع طيب شايف أنا أنا مش هسألك أنا أنت هتغني شو فيها هتغني إيه؟ فيه صاحب نمشو يلا أحاب لمشو ورد البكة حلة هداب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب 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 نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب ساحب رمشو ورد البكة نسيت أعمل لقلبي حجاب 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 أنا قلبي داب وأنا بسمعك بوقت إيه الأمر ده والجمال والتمكن وأنتي بتغني حس الكلام قوي وأنتي بتقولي كده بجد ما شاء الله ربنا أحفظك يا شايمان نروح بقى ليوسف نسمع بقى كده عصفة على الكمان أنت قلتلي من شوية على الهوى يعني فيه مقطوعة شرقي وكمان غربي بتعزفها على الكمان تسمعني الأول زي ما عدتك تحب شرقي والله غربي اللي أنت تحبه والله والله أنا تمام اللي أنت عايزه لأ شارقي أنا أنا هنا طيب تار شرقي جمانة عايزه شرقي موسيقى شرقي للموسيقى ريسر عبد الرحمن من فيلم أيام السادات ده عظيم ما أنا أحبه موسيقى ريسر عبد الرحمن من فيلم موسيقى ريسر عبد الرحمن من فيلم موسيقى ريسر عبد الرحمن من فيلم سعر فليوسف كمان طيب شايمة قولنا بقى قولي السادة مشاهدين عرفيهم على نفسك اكتر قولنا انتي عندك كم سنة في مدرسة ايه انا في مدرسة مسلم الابتدائية عندك كم سنة عندي عشر عندك عشر سنين تازي تغني من امت انا عندي ست سنين كنت بحب اغني مع نفسي فبابا وما شجعوني وساموا صوتي وقدموني في دولة الابرة المصرية في مركز تلمية المواهب مع دكتور محمد عبدالسطار جميل تعلمت ايه بقى في مركز تلمية المواهب يعني انتي لبقى غنيت دلوقتي الشايماء تغنيت اغنية صعبة او محتاجك زي ما بقولوا كده بلغة الناس اللي بيشتغلوا في المزيكة مقامات واصوات درستي بقى ايه بقى في المركز علموك ايه اتدربت ازاي انا لما كنا منتضرب اكتر حاجة منتضرب عليها اغنية وطنية وطنية او وكنا منتلع حفلات سورية وكلام ده فانا اتدربت في الابرة وانا دخلت الابرة وانا عن 8 سنين يعني بقى لتلات سنين ودكتور محمد بدربنا عن مقامات يعني ادينا الاغنية ويقول لنا الدم امها ايه جميل ماشي وابدنا يعني ايه تدريب النفس قبل ما نغني جميل كلام دوان يعني كم انت عرفت لك طفو انت يوسف انا اعرفنا عن نفسك التفسر كام مدرسة ايه انا اسمي يوسف احمد عبدالباقي في السنة داخل السنة وقول العداد ان شاء الله عندي تمشور سنة ان شاء الله ان شاء الله طب هنعيد ولا ايه انا اسمع بقى نقتم بقى أخنية العيد مع بعض شكرا اهلا 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 مرحب مرحب بالعيد مرحب مرحب بالعيد العيد فرحه واجمل فرحه العيد فرحه واجمل فرحه نجمع شاملة سعدنا بيها بيخليها ذكرة جميلة البعد العيد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا غنوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا غنوا قدر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وزي جانا العيد وجانا العيد جانا العيد وجانا العيد أهلاً أهلاً بالعيد مرحب مرحب بالعيد ساعة جديرة جانا العيداً أهم حاجة أنتو عيدت ولا لسه وخدتو العداية ولا لسه أهلاً أهلاً أكيد مش سكر الطابور بتاني بارح تاني بارح طبعاً إحنا بجد مبسوطين أنتو كنتوا معانا النهاردة والحقيقة يعني مواهب إحنا بنفتخر بيها أنه يبقى عندنا موهبة إن كان في العصف أو في العنى أو في أي موهبة تانية وإحنا بنشوف براعم كده أطفال صغيرين وشباب صغيرين وشباب صغير زيوك وكده طالع إحنا بنفتخر بيكو جداً نورتونا في صباح الخير يا مصر طبعاً شايماء ضحي طبعاً أحب أشكر السيدة انتصار السيسي لرعايتها لكل مواهب صغيرة شكراً شكراً ليكو كل الشكر ليكو الفنان يوسف أحمد والفنانة شايماء ضح نورتونا وشرفتونا المسابقة يمكن يكون اسمها المبدع الصغير لكن هي مواهب كبيرة مواهب حقيقية فعلاً نورتونا وشرفتونا اشتركوا في القناة